بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أفوا بالعقود محلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعاعر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا قلائد ولا آمين إن البيت الحرام يبتغون فغلا من ربهم ورغوانا وإذا حللتوا فاستاطوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعابنوا على البر والتغوى ولا تعابنوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والمبقوذة والمتردية والنطيحة والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستغسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوكم وخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم لإسلام دينا فمن وضر في مخنصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم يسألونك ماذا أحل لهم ظل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجبارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم وذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب اليوم أحل لكم الطيبات وتعاموا الذين أوتوا الكتاب حل لكم وتعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخذان ومن يكفر بالإيمان فقد حبث عمله وهو في الآخرة من الخاسرين يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغصلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق فامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنوبا فاتظهروا وإن كنتم مرضاء على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا سعيدا ضيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليظاهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون فاذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي وثقكم به إذا قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقصد ولا يجرمنكم شنآن قومنا على ألا تعدلوا يعدلوا وأغربوا للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أسحاب الجحيم يا أيها الذين آمنوا ذكروا نعمة الله عليكم إذا هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون ولقد أخذ الله نيثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم ثني عشر نقيبا وقال الله إني معكم لئن أغممتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأغرارتم الله غردا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ول سباء السبيل فبما نغضهم ميثاغهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مباضعه ونصوح حظا مما يذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فعف عنهم بصفح إن الله يحب المحسنين ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاغهم فنسوا حظا مما يذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبعواء إلى يوم الغيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رغوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صرات مستقيم لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح بن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح بن مريم وإنه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء بالله على كل شيء قدير وقالت اليهود والنصار نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على تترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير فالله على كل شيء قدير وإن قال موسى لقومه يا قوم ذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين يا قوم دخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ما دخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون على الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا ها هنا قاعدون قال رب إني لا أملك إلا نفسي بأخي ففرق بيننا وبين القوم الفاسقين قال فإنها محرمة عليهم أربعين سنة يتيهون في الأرض فلا تأسى على القوم الفاسقين فتل عليهم بأبني آدم بالحق إذ قربا غربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأغتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لإن بصوت إلي يدك لتغتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأغتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإثم وإثمك فتكون من أصحاب النار فذلك جزاء الظالمين فطوعت له نفسه قتل أخيه فغتله فأصبح من الخاسرين فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سبعة أخيه قال يا بيلة أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سبعة أخيه فأصبح من النادمين من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقن جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقدع أيديهم وأرجلهم من خلاف أذي فومن الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله وفور رحيم يا أيها الذين آمنوا اتغوا الله وابتغوا إله البسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم فالسارقوا والسارقت فاغتعوا أيديهما جزاء بما كسبان كالا من الله والله عزيز حكيم فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله وفور رحيم ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء فالله على كل شيء قدير يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلمة من بعد مباضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم سماعون للكذب أكالون للسحط فإن جاءوك فاحكم بينهم أبأعب عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك الشيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بلقصد إن الله يحب المغسطين وكيف يحكمونك وعندهم التمرات فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين إنا أنزلنا التمرات فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشغوا الناس بخشون ولا تشتروا بآياتي ثملا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف بالأذن 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 بالسن بالسن بالجروح القصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون وقفينا على آثارهم بعيس بن مريم مصدقا لما بين يديه من التمرات وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التمرات بهدى وموعزة للمتقين وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمن عليه فحكم بينهم بما أنزل الله بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلغكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون فإن حكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم وحذرهم أن يفتنوك عن بعد ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أن ما يريد الله أن يصيبهم ببعد ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتملهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أرسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لوم تلائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم إنما بليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة بيؤتون الزكاة بهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين وإذا ناذيتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثرهم فاسقون قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه واجعل منهم الغربة والخنازير وعبط الطاقوت أولئك شر مكانا وأغل عن سواء السبيل وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدعوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون لولا ينهاهم الربانيون بل أحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون فقالت اليهود يد الله مغلولة قلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداهم بسوط طان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك تغيانا وكفرا فألقينا بينهم العداوة والبواء إلى قوم القيامة كلما أبغدوا نارا للحرب أدفعها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم ولو أنهم أغاموا التورات والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من ثبقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مغتصفة وكثير منهم ساء ما يعملون يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته فالله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيم التورات والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك تغيانا وكفرا فلا تأسى على القوم الكافرين إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون من نصارى من آمن بالله واليوم الآخر واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم فالله بصير بما يعملون لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح بن مريم فقال المسيح يا بني إسرائيل عبد الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأباه النار وما للظالمين من أنصار لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب إليم أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم ما المسيح بن مريم إلا رسول ودخلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام انظر كيب نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم غرا ولا نفعا بل الله هو السميع العليم قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وأضلوا عن سباء السبيل لعن الذين كفروا من مني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذابهم خالدون ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليهم اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسعون لا تجد أن أشعد الناس أعداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجد أن أغربهم مبدة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قصيسين برهبانا وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق فنضع مع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها فذلك جزاء المحسنين والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أسحاب الجحيم يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين أكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون لا يؤاخذكم الله باللغب في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقبتم الأيمان فكفارته إدعام عشرة مساكين من أوسط ما تدعمون أهليكم أو كسبتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم احفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبعواء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن تبليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما ندعموا إذا متقوا وآمنوا وعملوا الصالحات وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا فالله يحب المحسنين يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عباب إليم يا أيها الذين آمنوا لا تقتدوا الصيد وأنتم حرم ومن غتله منكم فعمدا فجزاء مثل ما غتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة دعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذي انتقام أحل لكم صيد البحر وتعامه متاعا لكم وللسيارة فحرم عليكم صيد المر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهديا والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم يعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم ما على الرسول إلا البلاغ فالله يعلم ما تبدون وما تكتمون قل لا يستر الخبيث ذا الطيب ولو أعجبك كفرة الخبيث واتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدلكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدلكم عفى الله عنها فالله غفور حليم قد سألها قوم من قبلكم ثم أسبحوا بها كافرين ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب فأكثرهم لا يعقلون وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهددون يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ول إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية ثمان ففاعدل منكم منكم أب آخران من غيركم إن أنتم وربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيغسمن بالله إن رتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربا ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين فإن عثر على أنهم استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأغليان فيغسمن بالله لشهادتنا لشهادتنا أحق من شهادتهما وما عتدينا إنا إذا لمن الظالمين ذلك أدنا أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترب أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين يوم يجمع الله الرسول فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب إذا قال الله يا عيسى بن مريم ذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا فإذا علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الضين كهيئة الضير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمة والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالمبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين وإذ أبحيت إلى الحماريين أن آمنوا بيب برسلي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون إذ قال الحماريون يا عيسى بن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتغل الله إن كنتم مؤمنين قالوا نريد أن نأكل منها وتضمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدرتنا ونكون عليها من الشاهدين قال عيسى بن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين فإذا قال الله يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن يعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما تبفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنة تجري من تحتها الأنهاب خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضو عنه ذلك الفمز العظيم لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير ترجمة نانسي قنقر